وعدنا والسبيشيال كله عندنا بدأنا حلقتنا وانا بسم الله الرحمن الرحيم استكمال المهرجان شيتاك عندنا يبقى فطرتك عندنا مش في اي حتة تانية عملنا عاجيه يطلع منا الفطير مشالكت ويطلع منا الرؤاء ويطلع منا الفطير الشرقي تعمليه حلو او تعمليه حادق يعني تقدر تحشيه سجوء تقدر تحشيه باسترمة وتقدر تحشيه بيد تقدر تحشيه بصل زي ما او جبن زي ما انت عايز جبنا كيلو دقيق جميع الاستعمالات نمرة واحد وحطنا له نص كمية الديق مية ونزلنا واحدة واحدة عليه ونص معلقة كبيرة ملح ومعلقة زيت نعمة وخدمتها كويس او في العجل قطعتها خمس حتة كبار وخمس حتة صغار وغطيتهم من فوق ومن تحت بالزيت وغطيتهم بكيس بلاستك لمدة تلت ساعة فردتهم فردة كبيرة واستندا كمان عشان نحط الحشو ده اللي احنا عملنا ده عشان نبس بوسها وبلح واسب نفس اج مدهون زيت لمدة ايه حسن لمدة تلت ساعة عشان يستريح في الاسناد يدار يتوصل معنا من خلال صفحة القناة الحياة على الفيسبوك او من خلال اي رقم تلفو الارض على تماني وتعتين خمسة خمسة سفر سفر واحد سبعة من جميع محافظات مصر ومن جميع الحياة العالم لو زودت مفتاح فتح مصر بعد تلت ساعة باللي ايدك زيت كده بص التفاصيل ها وبالراحة خالص ابداء فريدي عايزها مدوارة دوريها عايزها طويلة طوليها زي ما انت ماشي معاك ملبن ازاي بس اهم حاجة تبللي ايدك زيت عشان ما تلزقش فيك وتحت الصج بتاعك يكون مدهون زيت خلي بقى بص الحجم بتاعك زي ما انت عايزة وفرنك على درجة حرارة ميتين وعشرين تعال اندخلوا الفرن اول حاجة عندي بالبلح قدي فرني اهو عشان تدلع يا جمال اما بالبسبوسة هتدهن ايدك برضو زيت تعال اهو ادي البسبوسة اهو سمكها يبقى مش تخين ومش رفاية عشان السيوة تعملها مدوارة تعملها مستطيلة وتقطعها مربعات ماشي معاك زي الفل اهم حاجة اهم حاجة السمك عشان السيوة يا حاج امو محمود يا غالية والبحر وحبايبنا في اسكندرية الله ينور على الاكل حباش تعمله صباح الفل امو محمود يا غالية الله خليك عايزة بعد اذنك عايزة عارف طريقة المخلل الرنج اللي مخلل ايه? الطريقة الطريقة اللارنج اه اللارنج لازم ياخد غلوتين لازم يتشال القلب القشرة بتاعته ويتقلب ويتغلي مرتين اتنين قبل ما تنزيله عشان المرارة حاضر العادي حاضر والسوا بتاع الفطير متين وعشرين ادي فردت اهو وديت سامنا بلدي عشان اعمل بكل حشواتي خطواتك قدامك اهو وبعد كده بدي ايه? اشتبالة دي ودلع قدامك اهو عندي كيش ما فيش مشاكل ما تقفيش اهم حاجة اعمل الحاجة بنفس وانت سعيدة هتطلع احلى من اي حد وبعد كده السندة قدامك اهو اخدها حطها في النص وسأساقها برضو عندي ايه حسن? اجيب بقى معلقة مهلبية ودلع وكده تعال اهو معلقة مهلبية ونعميها كده وحط معلقة المهلبية دي كده واضغطي عليها كده وبعد كده ايه حسن? وكمان شوية زي بيبقى وشوية بندق زودي تقليل انت اللي بتعمل عيالك اهم حاجة بقى التقفيلة والتوريقة عشان تضعها معاك زي الفل انا دخلتلك البلح والبسبوسة عشان ان شاء الله يطلعوا معاك تعال اهو ورق هوي 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 اهو بص التهوية عاملة ازاي? عايزك تشوف السمكها كده يا سيد ياسر هيجي بالك اهو سمك الورقة باطحة من وره اهو يا جمالك يا دي التوريقة وتروحي برضو مسأساء سمنة قدامك اهو وتعال اهو ورق وقفلي وتسأسائي سمنة وتاخدي التوريقة التانية اهو وتسأسائي سمنة عشان الطبقات دي كلها هي اللي خلاها تورق والتوريقة التانية اهو وتقفلي كده الساج بتاعك يكون مدهون زيت بأكد مش سمنة عشان لو سمنة مش هيجري معاك زي ما جري معايا دلوقتي قادي الساج اهو وتسيبها تستريح حطت لها نقطة زيت وادهنيها بصات كله عشان تجري معاك تعال اهو اخد دي واحطها هنا كده واروح جاية دهنها برضو زيت عشان متاخدش رتوبة وتعمل ايه جلدة وتسيبها تستريح تلت ساعة تعال اهو اللي هنا بص ده فرد اهو اروح جاية ده احنا سمنة بلدي قدامك اهو كل تفاصيلك اهو تمام؟ واروح جايبة اشت بالدي خطوتك كده اهو وتزحف كل حتة فيها واجب لها سندة قدامك التفاصيل اهو تمام؟ باجب لها سندة السندة برضو بريحها باداية كده اهو واخدها وحطها في النص دي عشان الحشو وسأسق عليها سمنة بلدي واجب حشو يبقى احتار واختار كنافة يا ولاد بس الكنافة هديها كاستر اهو واجب معلقة للكاستر عشان ادلع يا استاذ عزة صباح الفل سواه الاستا سواه الاستاة البلدي ايست البلدي يا دلعو اه انا كنت عايزة اسألك اشي حسن هو اه حضرتك فلات العقل بتاع الاولانية بالزيت ولا بسامنة البلدي بالزيت اي فرد بالزيت طيب خلاص اي فرد بالزيت عايزة اتأكد بس لا اي فرد بالزيت يا هاني عليك بصبراكاتي يا هاني حط كنافة بقى عالكاستر كنافتك اهو دلع العيال في الشتة بقى قاملوا لهم نص كيلو دقيق ربع كيلو دقيق حسب افراد اسرتك ودلع عيالك زي ما انت عايزة اهم حاجة تعمل التكنيك تعجين العجينة وتخدميها تدهنيها زيت بعد ما تقطعها وتشكلها من فوق ومن تحت وتغطيها وتسيبها تستريح وبعد كده تدهني زيت وتفرد بالزيت وبعد كده السامنة جوه عشان الفرد بالزيت هو اللي بخلاها تمشي معاك وتنعم معاك زي ما انت شايف تعالى بقى اهو نورق قدامك اهو يا تفاصيلك وبعد التوريقة التلميعة بالسامنة كل التفاصيل كده قدامك لان السامنة دي هتخلالك تورق ومن الجنب ده اهو وتروح جامي سقسق التكنيك كل واحد اهم حاجة تحترمي التكنيك والمقادير في الاخر هتطلع معاك كل حاجة زي الفل يا تمام الصاجك اهو هندهنه زيت مش هندهنه سامنة خد بالك اهو الصاجك اهو نص معلقة زيت كده وتحطيها في كل حتة عشان ما تيجي تفردها تمشي معاك ملبا بنفس الطريقة هو السور تروح جاية تفردها وأقلبها هو وأروح وأخداها دهناها زيت وأحطها تستريح جنبها تعالى عندي اتنين هناك هم أخدهم أحط ديت استريح عايدك تبص على الفرن وتشوف التركات تعالى هنا سألك سامنة بلدي قدامك اهو يا جمالك وقشتة بلدي هنعمل هنا وهنا قادي واحدة هنا هي عندك مربة عندك تفاح سادة زي ما انت عايزة السادة دي بعد ما تطلع ديها سكر بودرة ودلعيها تعالى هو حط حتة الايه القشتة البلدي اختاري اختاري وهنا نفس الكلام اهو كل التفاصيل كده قدامك تمام؟ تعالى بقاهو نشوف هنعمل ايه؟ بجيب الحتة اللي انا يا سيدة امل صباح الفل نهارك اشتق سيدة امل صباح الفل نهارك اشتق سيدة امل كل زي الفل يا فندم بنفس حضراتكم جميعا من احلى كيكاب الشوكولاتة لك يا امل من عندي قبل عندي يا حبيبتي تحت امرك يا حبيبتي حطيت السندة ادهنها برضو سامنا بلدي عندي تفاح احط التفاح بتاعي بوصي التفاح وجماله ويريح القرفة فيه عندي مربة مش مش عندي مربة فراولة وزبيب زي ما انا عايز زي ما انت شايف كده قدامك اعملي لحسب امكانياتك اللي على قد ايدك زي ما انت عايزك قد المربة وزعيها زي ما انت عايز اهو عندك شوية زيبيب زي ما انت شايف كده قدامك اهو هوي توريق بتاعها اهو اقفلي وانت بتقفلي سميني 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 هانا اتعال هنا نهوي وتحطيها كده وسميني وسميني وقادي هنا التقفيل اهو اهم حاجة السج بتاعك يكون مدهون زيت هجيب السج يا صباح الفل يا ساعة صفاة وحبيبنا في المينيا حسن عامل ايه صباح الفل كمان اللي بتعمله ده مش عاشين نعمل وراك ايه ولا ايه يا شف حسن استمتاع العين بتاكل يا مدام انت جميل في كل حاجة بتعملها يا شف حسن والله صباح الفل يا هانم صباح صباح الفل صباح الهانا والامل والعمل ربنا يا كريمك يا شف حسن تحت امرك يا هانم تحت امرك تعال احط دي بتاعك هنا ودي بتاعة از ايه المربع وهو تفردهم بعد ما يستريحوا تلت ساعة تعال اما نقفل البلح وازعي الحشو عشان السوا وورقي اهو وانت بتورقها هتلاقي قطعة ولا يهمك ادهني سمني لان السمنة ديت اللي هتخليها لك تورق وسمني سمني سمني اقفلي اخر واحدة صاجك مدهون زيت تنقليها وتدهنيها زيت وتريحيها تعالى بعد ما استريحوا الاتنين دولار نبص الاول على هنا وتشوف الريحة بيتك يا ريحة بيتك يا بلحك يا ريحة البلح وريحة القرفة قدامك التفاصيل والحركات والتكات هنعمل ايه هنطلع دي فوق ودي تحت عشان نكون عادلين اطلع دي هنا بص بالبلح عاملة ازاي واطلع بالبسبوسة فوق عشان النار مهمة جدا للتسويق تعالى بقى نفرد التانيين بقى عشان اول حاجة احنا عملناهم الاتنين دولار احنا بجيب الزيت خدي بالك بالتكنيك عشان اعيد عليك المقادير اهو دي هنا دي تلاتنين الاولين اللي احنا عملناهم قابل لإيدي بالزيت وبصي افريدي هتمشي معاك مالبة الليه استريحت اهم حاجة وانت بتفريدي تخلي سمكه كل الحتة واحدة تعملها مدورة في سنية مدورة تعملها مستطيلة المهم الكواليتي المهم الطعم مش المهم الشكل خدي بالك اهو تعالي التاني اهو برضو بنفس الطريقة افرد افرد عايزة تلماعي بالسمنة هلماعي عايزة تحط قشة بلدي فوق حطي زي ما انت عايزة السمك بتاعنا هو اهم حاجة عندنا تعال اشوف بقى التركات افرد والكنافة عاملة شغل انا هنا ساسألان اهو حتتين قشة بلدي من فوق قبل ما دخلها الفرن هتدي جرتان وهنا برضو نفس الكلام واروح جاي مساء سألها شوية سامنا بلدي يا امو عداية صباح الفل امو عداية ازايك كل بونو عايزة يا امو عداية متسامع بتقولي يا امو عداية كنت عايزة عارف طريقة تعمل بطة بسسر برطان حاضر يا امو عداية من العندي قبل العندي يا غالية عملنا النهاردة الفطير الشرقي العجينة دي طلعي منها رؤاء ناشف او رؤاء طري طلعي منها فطير مشالكت او فطير شرقي بالحلو او بالحادق التركات والحركات لها ناسها انتظروني انتظروني